موسيقى موسيقى يعني في بعض النقاط كنت أثرتها في الخطبة وسبحان الله لم أستكملها لم أستكملها منها النقطة التي تطرقت فيها إلى تعزية شيخ الأزهر بارك الله فيها الدكتور شيخ أحمد الطيب في الملكة إليزابيث مواقع كثيرة بدت تلوم على شيخ الأزهر أنه عز في الملكة إليزابيث ولم يعز في الشيخ قرضاوي رحمه الله تعالى أنا قلت الرجل في نهاية المطاف على رأس مؤسسة تتبع دولة معينة بلا شك لا يسعه ولا يمكن أن يخرجه عن السياسة العامة لهذه الدولة خاصة أن هذه الدولة لها موقف خاص من الدكتور القرضاوي الله يرحمه الذي له موقف خاص منها وهو موقف ليس موقف سهلاً ولا عادياً موقف تحريضي شيخ قرضاوي كان يدعو ويحرض على مصر وسأعود إلى هذه النقطة بعد قليل حتى أنهم وضعوه في لائحة الإرهاب وحكموا عليه أحكام أعتقد حتى من بينها كان حكماً بالإعدام ربما في سنة الفين وخمسطعش هذا موضوع لا أريد أن يتطرق إليه على كل حال لكن لكن أحب فقط أن ألفت يعني الإخوة إلى أنكم لمتم على شيخ الأزهر ولم تنظروا في تغريدته هل ترحم على الملكة إليزابيث؟ هل تردى عليها؟ هل استغفر لها؟ هالتغريدة موجودة على تويتر؟ لكن الشيخ القرضاني رحمة الله عليه وغفر الله له فألفين وخمسة لا أقول غرّد ما كان حتى التغريدك مشهوراً وإنما له مقطع على اليوتيوب وربما في برنامج الشريعة والحياة ترحم على البابا البابا الفاتيكان البابا يوحن بولوس الثاني ووصفه بأوصاف جميلة كثيرة ورجله الخير عند الله كفاءة ما قدم لدينه وبشّر بدينه في العالم على كبر سنه وعلو سنه وكلام كثير هذا لم تلتفتوا إلي ولم تروا من جهتكم أنتم وبحسب حتى منطلقاتكم ومبانيكم الفقهية أن فيه ما ينكر لكن كأنه معرّ كبير على الأزهر وشيخ الأزهر أنه عزّى في الملكة في حين خلت التعزي من أي استغفار أو ترحم الإنصاف فعلاً من كان بيته من زجاج لا يرمينا بيوت الناس بالأحجار بيتك من زجاج الإنصاف ربما قبل 30 أو 40 سنة كان يمكن استغفال الناس وذاكرة الشعوب والجماهير وخاصة العامة جداً قصيرة الآن لا ذاكرة اليوتيوب المواقع كل شيء مسجّل حتى لو رفعته ومحوته غيرك يعيد تحميله انتبه كل شيء مسجّل عليك كل شيء مسجّل ومدون عليك كما تحب أن تعامل عامل الناس لذلك كما أقول لكم مثل هذه المسالك كلها بشكل عام هذه ليست دين ليست ديناً هذه سياسة هكذا هي سياسة هذه المراكفات السياسية وهذه ألاعيب وأختداعات السياسة المتدين حقاً الذي دائماً يرجو بما يقول وبما يفعل وجه الله تبارك وتعالى لا يمكن أن تكون مثل هذه منطلقات له أبداً المتدين حقاً لا يمكن أن يقبل بالإفتراء على عدوه وإن افترى عليه على عدوه وإن بغى عليه ما رأيكم؟ لن أتكلم أكثر من هذا فأعتقد أن تهينا من نقطة الشيخ الطيب والتعزي هذه شكراً للمشاهدة